طالما بنتكلم على الفسيخ فكل سنة بنتكلم على تحذير وزارة الصحة من الإفراط فيه أو من الأثار الجانبية أو بعض الأعراض اللي ممكن تظهر على البعض نتيجة تناول أسماك مملحة ممكن تكون فسدة ممكن تكون مش معمولة كويس فبالتالي التحذير بتاع كل سنة مستمر معنا السنة دي كمان وزارة الصحة وجهت عدة نصايح طبية وإرشادات وقائية مع الاحتفال بأيات شام النسيم وده طبعا ضمنه جهود الوزارة لتطبيق خطة التأمين الطبي وحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضرة الوزارة كمان وضحت أن أعراض التسمم الناتجة عن الفسيخ أو تناول الأسماك المملحة بواجه عام كالتالي عشان برضو الناس تبقى عاملة حسابها وعارفة أن دي الأعراض اللي بتكلم عنها وزارة الصحة وبناء عليها هنقول هنعملين عندنا زغلالة في العين في ازدواجية في الرؤية في ارتخاء الجفون كل ده في العين يعني في جفاف الحل الحنجرة ده طبيعي طبعا الناس كلها بتبقى عارفاه وبعد كده لقدر الله صعوبة في النطق وصعوبة في البلع وإحساس بالدوران والضعف العام في العضلات اللي هو الوهن يعني وكلها أعراض طبعا واضحة ومش غمضة ولا محتاجة تأويل ولا تفسير هتلاقي لقدر الله إن شاء الله ما تجيش لأي حد أي حد عنده أي عرض من الأعراض دي فورا بيتوجه لأقرب مستشفى حكومي علشان ياخد مصل المضاد ليه تسمم الفيسيخ ويه بالمجان عند إحساسك لقدر الله بأي عرض من الأعراض اللي احنا قلناها زغلالة في العين جفاف في الحل صعوبة في النطق أو في البلع أو دوخة دوار يعني أو واجع في العضلات فورا تتوجه لأي مستشفى حكومي تاخد منه المصل البيتوليزم اسمه البيتوليزم هو بس انت مجرد ما هتروح أي مستشفى حكومي هم عارفين وده بالمجان وكلنا بنأكد وبننصح وإن شاء الله يا رب تعد على خير ومحدش يجراله أي حاجة من اللي احنا قلناها دي احنا معانا دكتور نبيل بكير أستاذ الأمراض المعدية دكتور نبيل أهلا بك معانا وكل سنة وحضرك طيب إزاي معاليك إزاي حداتك الله الحمد لله بخير والله وحضرك طيب يعني السؤال طبعا اللي بنسأله كل سنة نعمل إيه أنا بحب الفيسيخ أو بحب الرنجة أو بحب الأسماك المملحة وشام النسيم لازم غالبا لازم يتاكل فيه الحاجات دي أعمل إيه علشان أحمل نفسي من الأعراض اللي احنا قلناها من شوية هو طبعا أولا كل عام ومعاليك بخير وكل شعب مصر طبعا العظيم والأخر المسيحين بخير ومنذب تعد شام النسيم وحية حدها كلمتي بس طبعا هو كل سنة حيزة السادتك ما بتقول بنتكلم عن نفس النقطة هو لا يمكن المصرين حيثيه برضو لازمك المملحة لأن مصدر غذائي قوي جدا ومهم جدا وكل ناس كلها بتستمتع به بغض النظر عن بعض المدار اللي بتدور حواليه طبعا دايما حاضرتك دايما عندنا أقوله الوقاية خير من العلاج يعني السادتك قلت من شوية طبعا الأعراض العراض الجميلة اللي سادتك قلتها طبعا مش عايزين يا رب يحفظ المصرين كلهم ويحفظ كل متناولي الأسماك المملحة بشكل عام من احنا ما نسيبش لما يجلنا الأعراض والموضوع بيبى حقيقي صعب جدا يعني نحنا نلحى نعالج مريض ولا غيره فموضوع صعب مهم جدا حضرتك طبعا ان دايما الفسيخ بيتعامل من أسماك سواء البوري أو سواء الطبار وطبعا بقى المصرين كلهم عارفين الفرق بين السمكتين تمام في منطقة البقل دايما البوري منطقة البقل عريض الطبار عريض وفيه فرق طبعا في السعر عالي جدا بين النوعين تمام ولكن مهم جدا حضرتك ان احنا طبعا ننقل مصدر بتاع الأسماك دي مصدر الأسماك ساعات كتير بيحصل وخاصة ما يبقىش فيه أمراض ولا حاجة ولكن فرق الضغط بين المياه تبصت لها حلاك ساعات أسماك البوري ساعات تموت بكسافة عالية جدا فياخدها بعض قليل الضمير ويخزنها لغاية أو يكسرها يعملها في سيخ ودي طبعا كلام مش مظبوط نهائي كمصدر سمك مش مظبوط يبقى مهم جدا نحن نختار مصدر الأسماك اللي هكشتري منه أو أنا أشتري الأسماك ده هي توبدأ أكسرها في البيت ودي الصح والمظبوط النقطة التانية المهمة جدا لكل بقى الناس سواء أصحاب المصانع اللي بيسمعونا أو سواء مستخدمي أو سواء الناس اللي بتعمل في سيخ البيوت مهم جدا أن أنا أنضف السمك كويس جدا من المض أو من الطينة الطينة دي حادثك هي بقى اللي فيها الكوليستيديم بيتيوليزم اللي تبدأ تشتغل على السمك وتعمل شغل كويس جدا هتقول لي يا دكتور ما هو الطبيعي أنا بجيب السمك ده أنا بخسرها غسلة بخلز الفلة بالبلد كده للأسف الشديد بيخسرها غسلة الفلة ويبقى المصنع مثلا بشكل كبير جدا يجفرد السمك على المشمع ودي مطلوب آه مطلوب أن أنا بعد ما أخسر السمك كويس جدا إن أنا نشفه أجففه سواء بالشمس أو سواء أجففه في أفران تكفيف درقة مهمة جدا وممتازة تكفيف السمك ولكن للأسف ساعات بيحطه ساعات في أماكن بيطير بعد هوا فيجيب تراب التراب دي عبارة عن إيه؟ عن تراب عن طينة أو طير يقف عليه يعني الأمر ما يسلمش نحن مصنماش كمع لمحالة الدبانة لحاجة الخطرة تمام تبسط لاقي الطينة تبدأ تدخل أو التراب البسيط ده تيدخل دي بيبقى طبعا كلسترديا والكلسترديا بشكل عام بتنمو النموة عالي جدا في موضوع جو موجود فيه الطينة بشكل عام يجي بعد كده حضرتك المفروض إن أنا لازم موضوع تكفيف السمك ده هو سواء تكفيفه في الشمس ويكون متغطي بمشمع من فوق ومن تحت ويمنع وصوله الطراب ليه بكل السبل المتاحة أو إن أنا أعمله في الفرن في البيوت يعني يكسروه في البيوت ثم بعد كده أحط الملح واللمون بشكل كسيف جدا الله يا دكتور يعني عمر ما حد كسر في سيخ في البيت وتعب منه آي تمام حضرتك جدت المزبوط ليه بقى لإن حضرتك بيبقى الموضوع كيلو 2 كيلو 5 كيلو 6 كيلو فبيبقى مهتم بهم جدا ومعرضهمش للدبان معرضهمش للطراب للأتربة بشكل عام وبيهتم بهم مشكلة المصانع اللي بيبقى عنده منطقة تكفيف أو منطقة وكميات وعايز يعني يقلب وعايز يقلب ويخلص أيه تمام إلى جنب حضرتك برضه وبتم اشتم موضوع التمريح لازم موضوع التمريح ده يتم بصورة جيدة جدا تمام وتمليحه مع المون ماشي ولازم يعمل جوه غير هواء بشكل كبير في سبيل برضه إن يحصل إليه ما يحصلش أي عدوى بأي مرحلة من مراحل التصنيع وديه النقطة مهمة جدا لا كان يقولك لو شم هوى يدود ده مهم جدا أنه نحبسه عن الهوى نهائي وساعتها وحط له برضه المدة المناسبة في سبيل يطلع إن السمك يطلع بالشكل اللايك للمفروض الناس يخدوه طيب الناس بقى لم يجي استعملوه هو بالطبيعي سيادتك هو سمك بالبلد كده وانأسف في اللبس سمك متعفن صح كده ولا لا وكلامنا واضح تمام لسمك حصل له إنه هو وصل لمرحلة السوى الزيادة علزوه من درجة خلاص بها حاجة من حاجة جميلة كأنه زبدة كده والناس كلها بتبقى مستمتع بها لا حقيقة فعلا مهم جدا أنه أي فيه أي تغيرات فيزيائية يعني أي تغيرات أنا شيف على السمك نفسه غير لون الطبيعي المعتاد بتاع الفسيخ ما استعملهاش في أي حاجة غريبة في الطعم ما استعملهاش تمام ودي ينطبق مش على الفسيخ فقط ينطبق على الرنجة وينطبق على كل الأسماك المملحة بشكل عام دي كي بسموه الحاجة الظاهرة والظاهرة دي حضيرك الفحص الظاهري أو الحاجة اللي أنا بشوفها ظاهريا بالضبط يعني هو اللي متعود عليك الفسيخ بيبقى عارفها أي وتمام مش محتاجة يعني آه مش محتاجة حد متخصص يعني ثم ثانيا الطعم برضو مهم جدا إنه هو أي حد بيأكل أسماء مملحة بيبقى عارف حاسس إنه طعم غريب أنا طعم غريب بعد إذنكم ما كملش تمام أكمل طعم غريب إذن مفهود برضو التجنب الطعم الثامن الغريب مهم جدا أخصا حضرتك والسيابتك بتتكلم دلوقتي موضوع برضو الرنجة الرنجة دي برضو من حاجة أي وما دل أنا كنت أعسل عليه الفسيخ يعني ينفع أسأل هو الفسيخ أخطر ولا الرنجة ينفع أسأل سؤال زي ده طبعا هو الفسيخ أخطر لأنه دايما بتعامل في جو غير هوائي فهو لو تلوث بيحصل الكوليسيديم بتيوليزم الزور وجفاف في الحل وصعبة في التنفس وخطر بصراحة تمام أما الرنجة أقل خطورة بس الرنجة بقى مشكلة هي حضرتك إن دايما الرنجة بيبقى موجودة طول السنة فساعات بيبقى فيها متخزن منها كتير فتبقى داخل على مرحلة إنها تفسد فييجوا الناس بعض قليل الضمير وخبر حضرتك يجوا حاطت عليها مادة حفظة تمام اسمها السلفر ناتريت المادة الحفظة دي بتخليها تدى اللون بقى الأصفر اللامع الجميل اللي النفس بها مغفورة ميه دي حضرتك برضو أنا بعرفها كمختص لو أنا حطيت نقطة حمد كابريتيك أو بلاش حمدك لو حطيت نقطة نقطة مية نار زي ما بسموها كده تمام لو عندي كمية خاصاتهم لما بتجي لأنا لكلية تمام وأعمل فحص ظاهري بعمل حط النقطة دي تبص لها تدى اللون اللي أزرع دي خلاص ممنوع نانا استخدمة طب المستخدم بقى المستخدم بقى من خلال الأعراء من خلال الفحص الظاهر زي ما نقوله شكلها كده غريب مش مريحني تمام ثم بعد كده حدق لما دقها في الطعم الطعم برضو غريب مش مريحني لما استعملهاش وخاصة حضرتك أنا أي حاجة طعمها مش مزبوط معاي في الموسم ده في اليوم بتاع بكرة ده مستعملهاش ممكن في القامة التانية ممكن تعدي احنا عارفين ان الفسيخ الملوحة أو الملح درجات يعني فيه ناس بتحب تاكله دلع فيه ناس بتحب تاكله وسط فيه ناس بتحب تاكله ملح جدا أصحاب الأمراض المزمنة بقى الضغط تحديدا الضغط هو طبعا بشكر حضرتك على السؤال الجميل ده هوت لأن جارة العادة كان عادة المصريين لأن دي عادة مصريا قديمة قبل ما تقول قبل ما تكون طبعا عيد وعيد وفتما النسحيين وكذا حضرتك كان زمان بإغطاء جارة العادة الناس يأكلوا الحاجات من الملحة ده تقولوا بس ما تشربش مية إن شاء لو تشرب مية هتبقى عايز تشرب مية كتير لا بالعكس أنا بقول لهم تاكل أي حاجة ملحة اشرب مية كتير عشان تبدأ تغسل كده وما تعملش خصصة لا ده بيقول لك احبس بالشاي آه آه على طول تمام احبس بالشاي دي قبل الشاي يتمنى مية كتير آه يتمنى والشاي ده هو تخليه مرحلة لاحقة في سبيل أنه هو يبدأ برضه يخفف من نسبة الملوحة الموجود طبعا يفضل إن أنا ما أقولش الحاجات اللي هي بس هو لو ملح لو ملحه لو الفسيخ ملحه زيادة وشربت مية اللي هو سلطة وطر تنشان ده هيعل الضغط أصلا آه تمام هو حضرتك مع عشان كده بقول لحضرتك هو دايما المرضى الأمراض المزمنة بالكلة أو الضغط يفضل لو مضطر أن يأكل كل كمية بسيطة ودايما يأكل الملء اللي هو اللي ملحة خفيفة أو العدبة العدبة ما أقولش الملحة الزيادة أو الملحة الزيادة عن اللزوج تمام آه دي طبعا حاجات أساسية الحاجة برضو مهمة جدا طب البصل قبل ما أطلع من النقطة دي بس عشان خاطر اللي هو الديتوكس يعني المضادات التسمم هي ناس بتقول لك أنا طالما بقى أكل البصل مع الفسيخ مش مبقى حتى لو قد كده كده ده هي عادل ده البصل ليه دور في الموضوع هو البصل حضرتك طبعا من الأكلات الجميلة جدا وطب فعلا فيه مضادات تسمم تمام وفيه أنت أكسيد أنت رائعة كمان وممتازة ومية مية ولكن ما يلوش علاقة ما يقدرش على البيتوليزم ما يلوش علاقة بيه في نهاية تمام لكن البصل طبعا كحاجة مكملة كمضادة أكسادة ممتاز جدا واعتبر كحاجة مكملة لكن مهم جدا برضو ودي خاصة مسياتك أشرت لها برضو وأنا بحب عدد النقطة عليها جدير جدا إن الناس بعد بخلصوا بقى حضرتك والحضائق بقى والمنتزهات والشواطئ وحتى الشوارع عنده في وسط المدن ووسط الأرياف وغيره مليانة بقى حضاك هو أساسا السمك رحت وحش الدنيا كلها بكرة وتبقى وتبقى بعد كده تزود والدبان بقى يتكسر عليه كده عملنا تلوث كبير جدا للبيئة دي كلام مش مضبوط نهائي لا احنا بنأكد تاني على النقطة دي والناس أكيد هتستجب معنا لا وأعتقد الموضوع معاش زي زمان يعني الموضوع ما أنا عشان هكتر حوله ولا يلب المصريين أنهم يحكملوا حاجة زي كده نحن كلنا مفروض استقافي علي وكلنا بيحبين نحافظه على مصرينا ربنا يسترها ان شاء الله بكرة وما نسمعش عن أي إصابات ولا أي حاجة أنا بشكرك جدا الدكتور نبيل بيكير أستاذ الأمراض المعضية